ديئتين هتتخلى فيهم عن الدبلوماسية مين أحسن حارس مرمى في مصر؟ شناوي طبعا مين أحسن مدافع في مصر؟ محمد شناوي محمد أنت كنت دقيق يعني عشان ما نقولش حد تاني شناوي محمد شناوي مين أحسن مدافع في مصر؟ أحسن مدافع؟ يعني لازم بيبهم مصري ولا ممكن أقول علي معلول مثلا يعني مش بس عشان الفريق قومي الفريق قومي لا فيه حجازي طبعا فيه يعني حجازي يعني أنا أقول أنه في مركز قلب الدفاع يعني آه حجازي طبعا مين أحسن صنع لعب في مصر؟ فيه السولية هايل طبعا مميز جدا عمر السولية آه عمر السولية مدافع في طرق حامد طبعا أنا مش ما أعمل توازن مدافع بحجازي طرق حامد وسط يعني وطرق حامد صنع لعب؟ لا وأنا بكلم عليه كمدافع وسط يعني طيب مين صنع لعب؟ آه عمر السولية آه مين فينود؟ مصطفى محمد طبعا مصطفى محمد كرس حربة يعني شوط شوطة يعني ولد ده بصراحة يعني أنا أهلاوي يعني آهل في دمي فوق ما تتخيه بس أنا من الزباني مصطفى محمد لعيب كرة بجد وانا بحقيه يعني لا مصطفى أصله آه يعني قراراته سريعة وبيشوف الجون كويس وعنده شجاعة وعنده سكة في نفسه أنا لو ما كان مدرب المنتخب أدربه على الشوط تحت ضغط برة 18 هو بيعمل كده آه وولد بيلف لفة بالكورة آآ آآآ عنده هو مدينية وعنده زي قدر ياخد المدافع في ظهره وهو الحقيقة يعني آآآ واضح أن رأس الحرب الأول في المنتخب المصري يعني طيب مين جناحي مين ومين جناحي يصدق آآه هو يعني جناح يعني مش 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 يعني الزهير هو جناحي المفروض يعني دلوقتي يعني غالبا يعني فيه طبعا حسين الشحات فيه يسار انت ليه بتتعب كابتن حسن عشان تلاقيه الاسم يعني الاسامي كتيرة هل لا يستحقون معلش لا الاسامي كتيرة يعني انت تفاضل بين الممتازين جميعا ولا ضميرك مش عايف يقول انه ممتاز اوي ما اصلي الممتاز اوي يعني فيه اسامي انا قلتها او اسمين انا قلتهم بسهولة جدا لانهما مميزين جدا انت مع مصطفى محمد ومع رمضان لانهما مميزين جدا السولية مميزة جدا باق المناصب او باق الاتكت فيه كمان لعيبة مجتهدين لكن انحنا بتكلم على عايزين اللعيبة المميزين اللي هم يعني بص كل اللعبة مصر شاهدها بعض تقريبا كلهم زي بعض يعني ما فيش حد تقدر تقول عليه انت تبقى حد تفرج عالمات شكورة تحب تروح له تمام لكن المميزين هم الايليين اوي مين احسب مدرب في مصر حاليا يعني فيلر لا لا يعني طبعا مصر يعني هل قنت تتمنى بتقرأ والإج skincare أه طبعا أه طبعا IntoIZ legislation يعني مدرب مصري يعني لا فيه طبعا أه عماد النحاس نجح جدا مع المؤولين العرب عماد النحاس نجح جدا مع المؤولين العرب لا 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 يعني حقيقية عماد نجح جدا مين اللعب اللي تقوله خسارة كان عندك موهبة وانت ضيعتها لعب أقوله خسارة عندك موهبة وضيعتها يعني للأسف فيه ناس أخدوا إصابات ومبتعدين أنا عارف جمعة صالح جمعة تقوله إيه؟ لا لا موهوب جدا وعنده مهارات عالية جدا لكن ما أقدرش الموهبة اللي بيمتلكها هعرض على حضرتك صور وعايزك توجه رسالة لكل صورة من الصور اللي حكيتش ليه ده بره كل ده بره المقرر يلا إحنا ما اتفقناش بس هنشوف رد فعل حضرتك رمضان؟ اه يعني صرخة الانتصار صرخة الانتصار أكيد يعني احنا بناخد بقى عنوين صحافة لا والله مش صحافة اللي بعد ميدو اتسامة الموهوب أحسن من أحسن الناس اللي بتحل الكرة في مصر تمام اللي بعد ده في العلم العربي كمان حسام البدري يا عم متحك يا عم والنبي بقى مش عايزين نعلق على الصور عايزين نعلق على الشخص بس الله عندك حق برضو في الشخص وكبتل خسامة يعني دم يعني 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 عطانا ما شفتوش قبل كده بس اعتقد انه الناس اللي طيبة يعني بس يعني دايما مكشر جد اوي طبعا ربنا يعينه ايه رأيك فيك مدرن لا كويس انا رأيي يعني قلته بوضوح كان ناجحا جدا مع الاهلي خلى الاهلي يعمل كرة جماعية مميزة او في اخر فترة مسك فيها التفريق تمام لبعد حسن شحاتة عمل معجزة مم معجزة حقيقية بالتالة البطولات امم افريقيا مم مدرب عنده شجاعة وعنده جرأة ومهاجم وسر كابتن حسن شحاتة انه يرفع الضغط من على اللعيبة تمام لبعد شوق فاهم كوراك وايس جدا ومناضل ويعني نجح مع المنتخب الاولمبي بس عايز اقوله بلاش تصريحات كتيرة على الميدالية الاولمبية استنى خد الميدالية وبعدين قول تمام شوف اللي بعد حارس مرمى تاريخي تاريخي اه طبعا بلا شك يعني في المستوى الفني هو من يعني يكاد يكون الحارس الاول في تاريخ الكرة مصرية بالانجازات اللي عملها او بالفترة او بال تب ما تخلينا نديله حق بالصدات اللي عملها ما تشيل كلمة يكاد يعني هل توافق على انه الحارس الاول في تاريخ الكرة مصرية انه عمل صدات انقذات يعني زي يعني مجهلة يعني اديلك مثال بس ان بانكس مثلا حالي سنجلترا لغاية النهاردة بيذكر بيذكر التاريخ صدته لبيليه في سنة كسر عالم السبعين اللي هي ضربة رأس بتاعك بليه لغاية دلوقتي والحضر يعني هذا الانقاذ بعقد رجبة بالزبط اذا عسام الحاربري هو احسن حارس مرمى جيف تاريخنا بلوجة نظر حسن المستجد بحجم الانجازات والانقاذات اللي حققها في الفترة اللي اللعب فيها تمام نشوف في اخر 60 سنة 50 سنة لا يوجد لاعب كرة عنده موهبة محمود الخطيب كابتن مصر لاعب الكبير الموجود كابتن محمود الخطيب اه يعني محمود الخطيب يعني 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 اللي ما عصروش احنا كنا بنستنى اسمه هيبقى في التشكيل ولا لا لان ده اهم خبر في المباراة طبعا كنت عاتت صورته في قطي وانا صغير وكنت بكتبع كرة بتاعتي بيبو وانا صغير اه طبعا ولما كان في المطش بتاع كوتوكو صح ها ونزل جاب تلت جواب تلت جواب لا ده تونس كان جاب اه فأشان تي كوتوكو يا مهر بيض عليهم لا هو طبعا ما كانش ينزل الاهم الجن اللي خد بيه الاهلي البطورة في ديسمبر 82 اه اللي هو اسجله محمودي بس محمود الخطيب دلوقتي اداري يعمل بالعمل اداري اه اي رأيك اه اه يعني اه اه المهمة جدا جدا بالنسبة للنادي بالنسبة للكيان يعني طيب هنجلو خط حولين الصورة وهوليك اخر صورة اه تفضل والدي الله ارحمه اه هو انا حبيت الاهرام عشان هو كان النجم التاعي مش عشان والدي يعني انا كنت بجري اجيب الاهرام عشان اقرأ نجيب المستكاة ويكاتب ايه لاني بحب الصحفي نجيب المستكاة مش عشان هو ابوي يعني اه ده كان وانت علمت هو علمني ما قليش ابدا افعل ولا تفعل علمني بان انا رأبه واشوف القدوة فيه ويعني اتعلم بالطريقة غير مباشرة يعني وعفاكة دي احسن طريقة تعليم انك تتعلم بالطريقة غير مباشرة وانك تحب اللي انت عايز تبقى فيه اللي هو حلمك يعني الله يرحمه الله يرحمه ولو انت بتوجيه الورسلة دي وقت بتقوله ايه اه يعني انت رحلت عن الدنيا من سنة تلاتة وتسعين فات 27 سنة تقريبا لغد دلوقتي الناس فكراك والناس بتتكلم عليك اه على فكرة يعني كتير اه الناس بتموت والناس بتنساهم ان الناس بتكرك ده اه اهم حسنة وثواب ليك في في الاخرى صحيح وولد صالح يكمل مسرته ويدعي لي طبعا ربنا يقدرنا يعني ان شاء الله بشكرك على هذا الحوار السريع كابتن حسن مستكاوي